والناحي الثاني برضو الأهلي كان عنده عدم استقرار كريم تتكلم على فكرة المدرب المؤقت واللي هي بالمناسبة في الناديين يعني احنا صحي فعلا كابتن فاتحي مبروك كابتن عبدالعزيز عبدالشافي ادري حقوق نجاحات في مرات القمة ومسلا نفتكر خالد جلال كابتن خالد جلال نفس القصة فالموضوع خلينا نقول للدربيات مهما كان فيها عامل فنية بس فعلا هي أي مباراة في الدنيا فيها لازم تعتمد على الروح القتالية ولازم يكون حماس اللاعبين داخل الملعب ده شيء حاسم وفارغ يزيد هذا الأمر في الدربي ده مفيش كلام بيقلل الفوارق يعني إذا كان الزمالك أنا شايف أنه فنين أقل حلام الأهلي لكن الأهلي مش أفضل حالة برضو سواء بالمناسبة حتى ما نحن متكلم على عدم استقرار فني أو تغيير مدرب الأهلي مع المسيماني كان بيعاني في بعض الأحيان خاصة على مستوى المحل وأنا يعني ممكن أقول أنه رحيل المسيماني ممكن على المدى القريب على الأقل نديره حافظ شواء نديره حافظ خاصة أنه ده اللي كان بيتقال يعني مع راشي ممكن كريم قدرى مني في النقطة دي أنه بعض الأعبين ما كانتش مبسوطة قوي مع المسيماني فأنا أحمد السيد اللاتي كان لسه معاه بيقول أنه اللاعبين أصدقاء في الفريق بيقول أنه ما كانوا مش مبسوطين معنويا مع المسيماني لا يتحدث فنية ولكن معنويا هو بيقول أنه كان التعامل في حاجة بين بيتس المسيماني واللعبين مظبوطة يا كريم أه طبعا أكيد لا واضحة مش محتاجة حتى مش محتاجة معلومة لا يعني كلام عطا مش محتاجة حتى يأكده ببساطة أنا شايفه النهاردة مثلا أدي مثلا على أفشة ومحمد شريف فضلوا فترة طويلة مع ريني فيلر مميزين جدا 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 في طريقة أربعة عثلين تواحد ومحمد شريف كان المغازلوه دايما أفشة لما جي بيتس المسيماني حتى هو بيلعب أربعة عثلين تواحد ما شفناش أفشة ومحمد شريف بنفس الكواليتي اللي كانوا بيقدموه مع ريني فيلر وكمان هو لما خد قرار في بداية الموسم ده وغير طريقة اللاعب تاتة أربعة تلاتة وانس إن هو غير الطريقة دي انت افتقدت مين افتقدت أفشة وانك هتضطرنك تلاعبه على الجناع محمد شريف فعلا برضو عادنا فترة واضح جدا في تأسه في المستوى كريم حتى كوليس بتكلم مع عطا وإحنا بره الهوى بالله عليك منطقيا ازاي اتني يعني بعد رحيل كيفين جونسون بقى في الجهاز الفني للأهلي اتنين فنيين بس عيب بيتسو موسيماني وسامق امصر أنا هنزلك في التمرينة 30 لعيب والخمسة اللي هم اللي اتحد القرى أضافهم من فريق أش اللي هو الفريق للشباب يعني في بعض الأحيان تمرينتك فيها 35 لعيب تسمح تقولي ازاي اتنين فنيين بس هيدربوا في التمرينة واحدة خمسة وثنين لعيب هنقسمها ازاي ده نفس الشيء حصل مع الكارتيرون لو تفتكر حتى في الفريقات التانية برضو مفيش مدرب مصري ولفي احد ودخل في خلاف مع الإدارة مصمما ويخش عضاء جدد في الجهاز الفني وهو كان رافض هذا الأمر الحل حين ما راحل يعني بالزبط وانا يعني لو عايز اصب الاستطراض بخصوص موسيماني لانه هو برضو يعني الرجل اللي هو صنع نجحات حتى في ورات القمة موسيماني كمدرب طبعا مفيش حد يختلف انه هو حقق نجحات كبيرة جدا طبعا بس خلينا نقول انه الأداء الاهلي قياسا للنتائج لا ده يعني النتائج اكبر بكتير بالمستوى يعني النتائج الاهلي عظيمة جدا لكن قياسا للمستوى لا المستوى ده ما يجيبش النتائج العظيمة دي فموسيماني مدرب نجح اكيد مع الاهل بس حتى انا عارف انت بتشجع برشونا كريم هو بالفيردي مثلا على سبيل المثال ما هو نجح مع برشونا على مستوى المحلي لكن هل في ناس طبعا انا عارف ان المسلماني النظرة لي اعلى من النظرة انتجاه بالفيردي مع برشونا لكن في النهاية ما ينفعش دايما كان يقرد ان المسلماني ده الرجل نجح في النتائج ايما انا عارف ان نجح في النتائج بس فيه تقييم كده في النقطة دي انه احيانا الرجل ده عمل اعلى بكتير فالاهلي يقدر ان هو يجيب مدرب افضل من المسلماني عنده فرصة نجيب مدرب المسلماني مش اعلى مستوى تدريب بس وعشان النقاش مش هنخليه لمسلماني وان كان الحوار ده حلو جدا بس هي بس جملة اعتراضية واحدة انت ممكن تجيب مدرب يعمل لك اداء كويس جدا جدا وعظيم جدا معلاجه وما يمتش نتائج ساعتها الجمهور هيقول لك حتى لو ممكن بحظه وحش يا مزماني ممكن توني اوليفيرا توني اوليفيرا جي خاب رابع ساعتها كان ترشيح من جوزيه وكان حتى ساعتها فتكر فينجادا كان مدير فانيا ديزة مالك وكان له علوان شهير في الاهرامة الرياضي ساعتها قال توني اوليفيرا ده اكبر اسم في البرتغال وشي جايد للمنافس في البرتغال تنتقل الموصل ولكن توني اوليفيرا ما كانش موفق ما بيولفش مع المدرسة